رسميا أعلنت شركة أوبو في الصين على أحدث هواتفها في سلسلة الرينو ثامانية بصراحة هواتف قوية ومميزة هذه المرة بمواصفات ممتازة لذلك في هذا الفيديو سنتكلم فقط على أقوى هاتف هذه السلسلة وهو الرينو ثامانية برو بلاس ولكن قبل ذلك ادعامونا بلايك للفيديو لتحفزنا على تقديم المزيد والآن هيا نبدأ السلام عليكم معكم عادل من قناة الدقاء التقنية الأوبو الرينو ثامانية برو بلاس هاتف فخم يقدم وصفات رهيبة جدا ويأتي بتصميم عنيق جدا ومختلف بشكل كبير على السلسلة السابقة الرينو سبعة والرينو ستة بصراحة هذه المرة شركة أوبو تضرب ثقيل الهاتف يأتي بتصميم فخم ومبهر ومستوحى بشكل كبير من الهاتف الرعيد الفاين بيكس خمسة برو حيث من الخلف ستجد أن الكاميرا تأتي محاطة بمستطيل كبير مع نتوء جيد أيضا الكاميرا تأتي ملتصقة مع الحافة أيضا في أسفل الظهر سنجد شعار شركة أوبو أيضا الهاتف يأتي بحواف مسطحة شخصية من المعجابين جدا بالحواف المسطحة أيضا الهاتف يأتي بحواف نحيفة جدا مع وزن مميز جدا 183 جرام لذلك ستكون مسكة الهاتف مريحة جدا عند استخدامه بيد واحدة وأما عن الشاشة فهي مسطحة تأتي بثقب صغير وهو الكاميرا السيلفي أيضا الهاتف يأتي بألوان مميزة جدا كاللون الأسود واللون الفضي ولون المينت أيضا الهاتف يأتي بجودة تصنيع ممتازة في الظهر والشاشة تأتي من الزجاج والإطار من الألمانيوم شخصيا أنا منباهر جدا بالتصميم واعتبره من أفضل التصميمات الموجودة حاليا ويبقى التصميم الهاتف مجرد أضواق أيضا هاتف الرانو 8 برو بلاس لديه شاشة ممتازة جدا من نوع أمولد بحجم 6.7 إنش بدقة الفول أشدي وبدقة عرض 1080 في 2412 بيكسل مع كثافة بيكسلات 394 بيكسل لكل إنش فالشاشة تدعم معدل تحديث عالي يصل 120 هرتز ومعدل لمس 360 هرتز أيضا الشاشة تدعم 1 مليار لون وميزة HDR 10 بلاس ولديها معدل سطوع جيد تحت شعة الشمس يصل إلى 950 نيتس وتستحوذ الشاشة على نسبة 90.3 من الواجهة الأممية لذلك رح تقدم لك تجربة مشاهدة محتوى مميزة أيضا من ناحية التصفح والتنقل رح تكون سلسة جدا خاصة مع معدل التحديث العالي أيضا الشاشة محمية بطبقة من الدجاج من نوع Corning Grilla Glass الجيل الخامس على العموم شاشة مميزة جدا من أوبو أيضا الهاتف لا يدعم تركيب الذاكرة الخارجية ولا يدعم منفذ 3.5 مليمتر ولكن الحاجة اللي مفهمتاش أن الهاتف ما يدعمش صوت ستيريو صراحة شيء غريب من أوبو وهذه من النقاط السلبية الموجودة في الهاتف يعني هاتف من الفئة المتوسطة العليا لا يدعم صوت ستيريو فهذا شيء غريب أيضا الهاتف يدعم تقنياته نفسي وما يميز هاتف الرينو 8 برو بلاس هو المعالج معالج قوي رح يقدم لك تجربة أداء ممتازة وهو الديمين سيتي 2100 ماكس يأتي بدقة تصنيع 5 نانومتر مع المعالج الرسومي مالي جي 610 هذا المعالج يكافئ معالج سناب دراجون 888 يعني تقريبا نفس الأداء أيضا معالجات ميداتيك الأخيرة أصبحت مميزة جدا فعلى منصة أونتوتو حصل على حوالي 245 ألف نقطة أيضا الهاتف يدعم تقنية تبريد غرافيت وهذا للحفاظ على درجة الحرارة أثناء اللعب المكثف أيضا الهاتف يدعم تقنية الهايبر بوست للألعاب ويدعم هواءات 360 درجة ومحرك اهتزاز أيضا الهاتف يأتي بخياري للتخزين 256 مع 12 جي جرام ولديه ذكرة من نوع UF3.1 وراء من نوع LPDDR5 أيضا من أهم المميزات أنه يدعم خاصية الشحن السريع بتقنية الفونق فالهاتف يأتي بسرعة شحن رهيبة تصل 80 نوار مع بطارية بحجم 4500 ميلي أمبير أي يشحن الهاتف من 1 إلى 100% في ظرف نصف ساعة فقط وهذا رقم رهيب جدا في هذه الفئة السعرية أيضا الهاتف يأتي ببصمة مدمجة أسفل الشاشة كما أنه يأتي بأحدث نظام وهو الـ Android 12 مع واجهة الـ ColorOS 12.1 السلسة والممتعة جدا وآخر ميزة في الهاتف وهي الكاميرات حيث من الخلف سنجد ثلاث كاميرات الرئيسية بدقة 50 ميجابيكسل بفتحة عدسة F1.8 بحساس من صاني الـ MIX 766 والثانية بدقة 8 ميجابيكسل وهي لتصوير الواسع وآخر كاميرا تأتي بدقة 2 ميجابيكسل للماكرو وآما كاميرا السيلفي فتأتي بدقة 32 ميجابيكسل والشيء المميز في الكاميرا أن شركة أوبو تستخدم معالج صور رهيب وهو الماري سيليكون إكس هذا المعالج يقوم بتقليل الضوضاء بالذكاء الاصطناعي ويقوم أيضا بتحسينات التصوير الفوتوغرافي في الإضاءة المنخفضة كما أنه يوجد العديد من المميزات في هذا المعالج أيضا الكاميرا تدعم تصوير الفيديو بدقة 4K والفل HD وأما سعر الهاتف لنسخة 250.56 مع 8 جيجا رام فجاء بسعر 556 دولار أي حوالي 10 ملايين ونسخة 250.56 مع 8 جيجا رام جاء بسعر 600 دولار أي حوالي 10 ملايين وثنمية تلف على العموم هاتف الأوبو الرينو 8 برو بلاس يأتي موصفة ترهيبة جدا وسيكون من أفضل الهواتف هذه الفئة السعرية أيضا من عيوب الهاتف أنه لا يدعم صوت سيريو ولا يدعم المثبت البصري في الكاميرا وفي الأخير ما رأيكم بالهاتف وسعره فشاركونا رأيكم في التعليقات دمتم في رعاية الله وحفظه وحفظه